طيب طبعاً أنا عارف أنه الناس كلها مهتمة جداً بمطش بكر وطبعاً ده يعني زي ما قلت المباراة هي في الظروف الطبيعية مباراة صعبة لأنها افتتاحات مشوار دوري بتواجه فرقة لها احترامها فرقة بتلعب قدام الأهلي كل فرقة الدوري بتلعب قدام الأهلي كرة ما بتلعباش طول الموسم لكن المصري كمان يعني فيه تنفسية عالية جداً في مطشط الأهلي والمصري ومباراة ما تقبلش الاسم على اتنين صحيح هي مباراة في النهاية بثلاث نقاط لكن في التوقيت ده انت مش محتاج نتيجة سلبية لا تعادل ولا خسارة وبالتالي محتاج مكسب ومحتاج عرض يطمن جماهي النادي الأهلي على موسم صعب ما عندكش فرصة فيه انك انت تضع وقت سواء كنت بتكلم على مطش الدوري أو بتكلم على تمهيدي دوري أبطال أفريقيا مطشين وراء بعد أو بتكلم على قبل نهاية كاس مصر انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ده بداية موسم يعني بسم الله الرحمن الرحيم ببدأ الموسم بده عشان دول اللي هيحضروني ويجهزوني أروح بيهم الأفروليج أو الدوري الأفريق هلنا ندردش على الأهلي والمصري ونتكلم كمان على النسخة الجديدة من الدوري اللي هتنطلق ان شاء الله يعني بعد 30 ديئة من دلوقتي خلينا نرحب بداية بزميل عزيز والنقد الرياضي فاروق عصام الله يعني ما جناش بقاله كتير وحشنا كتير فخلينا نرحب به في البداية بساءة خيري فاروق مساء الخير يا أحمد ده مقصود دايما أن أنا معاك وحشني وحشاني كل جمهير النادي لألي أهلا بك معنا في انطلاقة مشوار نسخة جديدة نسخة 65 من الدوري خليني بداية كده أخذ انطباعتك أو ريتك لشكل الدوري في الموسم الجديد إيه اللي انت متوقع أنه يبقى إضافة إيه الحاجات اللي ممكن تكون متخوف منها والله إحنا لو نتكلم على متخوفين متخوفين من حاج كتير لأن الأيام اللي فاتت إحنا بنتكلم أسبوع عبل الدوري كنا بنتكلم المطشاط إيه إيه القرعة إيه الترتيبات عدد الجماهير كل الأسئلة كانت مطروحة فواضح كان واضح بشكل كبير أنه ما فيش تجهيز أو ما فيش خطة موضوعة للدوري حتى بداية الدوري النهاردة لو بصينا مع احترامي النادي طلاعي الجيش ونادي البنك الأهلي ولكن كنت أتوقع بداية أقوى للدوري مطش جماهيري فرق جماهيرية دايما بتشوف في أوروبا مطش بداية الدوري خصوصا نحن عندنا محتاجين الناس تتجمع وتتفرق على بداية الدوري وتهتم ببداية الدوري خصوصا تشوف المنتظر في السينما دايما يقولك الأوفرتير فتحة الفيلم أو الأفانتيتر اللي هو بيبقى قبل التترنت ما تنزل مهمة جدا لأن دي عنوان اللي جاي بعد كده يتشدك وتخطفك فتبقى مستني يا إما تبقى تقليدية أو مع كامل الاحترام طبعا أنا لا أقصدش بقاشاك من أشكال التقليل بس الفكرة أنه حتى لو مش بتكلم على مطشات أهلي وزمالك واللي داخل معهم مثلا بيرمز وممكن نقول إسماعيلي بتاريخه في عندك مطشات كورة وفرق جماهيرية ممكن ترهن عليها في افتاحات الدوري تكون يعني جاذبة للأنظار أو يعني أكتر جاذبية من الشكل ده بالضبط لأن بداية الدوري مهم وأول أسبوع مهم وأول أسبوع هو اللي هيحدد هل فعلا هنشوف فيه تغييرات هل فيه تطورات بتحصل في المطشات في الجرافيك اللي بتعرض في التصوير في الحضور الجماهيري في الحاجات اللي تكلمنا فيها كتير التحكيم كل حاجة في أول أسبوع أو أول أسبوعين هي اللي هتتحدد وهي اللي هتحدد شكل الدوري هل فعلا فيه تغيير ولا ما فيه تغيير لكن هل بقى نتوقع أن فيه تغييرات كتير هتحصل وفيه التطوير اللي احنا اتكلمنا فيه وكل الناس اتكلمت فيه وقتل بحسا مشاكل الكرة المصرية ومشاكل تطوير الكرة المصرية أنا مش شايف ده بيحصل على الأرض الواقع شايف أن الدوري بدأ والناس اتفجأت أن فيه مباريات دوري وفيه احنا معرفناش التصوير يبقى إيه التطورات اللي حصلت هو فيه وعد من الربطة أنه يبقى فيه يعني نقلة ممكن تبقى مش على مستوى الدوري الإنجليزي لكن يبقى فيه صورة مختلفة في الدوري يبقى فيه جرافيكس مختلفة مختلفة شوية في الدوري لكن ده من حيث الشكل أنا يبيني أكثر المضمون والمضمون بالنسبة لي بيتلخص في نقطتين أساسياتين ما أعتقدش أنه أي حد معني بتنظيم مسابقة في مصر وبالذات مسابقة الدوري يكون فيه خلاف عليهم نمرة واحد الحضور الجماهيري نمرة اتنين التحكيم القصتين دول لو نجحنا فيهم الشكل المسابقة هيختلف 180 درجة وقوة الدوري هتختلف والمنافسة فيها هتختلف 180 درجة ودول يمكن يكونوا من أسهل الملفات اللي ممكن تتعامل معاهم يعني أنت ممكن ما تجيبش لعيبة من بره من العارة تقيل ممكن الأندية ما يبقاش عندها قدرات على الإنفاق على الصفقات بالملايين الدولارات لكن في النهاية في حاجات أنت تقدر تشتغل فيها وتقدر تعمل فيها تطوير يا فاروق وفي حاجات بسيطة أنت المنتج اللي أنت بتقدمه كمباريات هل هو ممتع هل هو جزاب هل مباريات الدوري المصري جزابة أنا بشوف أنه فنيا لازم الدوري المصري يتطور ما ينفعش أن أنا تبقى مطشاطي 0-0 ومطشاط مقفلة وافضل لحد الوقت يلعب بكورة خلاص عف عليها الزمن لازم تبقى كورتي مفتوحة بنشوف الدوري السعودي بعيدا بها عن النجوم بعيدا عن أي حاجة حتى قبل قدوم النجوم للدوري السعودي كانت مطشاطه مفتوحة التعاقد دايما مع المدربين الأجانب مدربين بيحبوا الكورة الهجومية على سبيل المثال لا الحصر مع احترام النادي فارقو التعاقد مع المدرب البرتغالي عجب نادي فارقو لأنه بيقدم أسلوب دفاعي أغلب مطشاطه 0-0 مباراة نادي فارقو يعني هتلاقي الناس في الموسم الماضي الناس بتتكلم أن المباراة مش ممتعة دلوقتي أنا شايف أنه في الدوري الجديد في تعاقدات كتير مع مدربين بيلجأوا لنفس الشكل فأنا التطور حتى المنتج الفني مش براهن عليه بشكل كبير طيب من فاروق عصام في الستوديو الفاروق صلاح من داخل نادي الأهلي في الجزيرة تعالى نروح ونطمن على اللمسات الأخيرة النهاردة آخر تدريبة وهي التدريبة الوحيدة الرئيسية يعني قبل مواجهة المصر بكرة إن شاء الله نطمن منها على كتير من لعبتنا وخصوصا زي ما قلتلك في بداية الحلقة اتنين من الأسماء يهمني أطمن على جهازيتهم لمطش بكرة أنتوني مودست لأنه مفيش خيار أو مفيش بديل قدام كولر غيره في مركز المهاجم وإمام عشور لتقال أنه يمكن تعرض كده لإصابة خفيفة قد قد تمنعهم المشاركة بكرة نعرف التفاصيل أكثر من فاروق فاروق مساء الخير برحب بك زميلي العزيز أحمد سمير وبرحب بالنقد الرياضي الأستاذ فاروق عصام وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الألي في كل مكان زميلي أحمد طبعا كلامك وكلام الأستاذ فاروق عصام وضربة البداية لدوري المصري أو دور رابطة الأندية المحترفة والتطوير طبعا اللي بننشوده وبنتمنى نشوف الدوري المصري في كل مكانه وبصورة اللي طليق بقيمة تاريخ الكرة المصرية يعني خليني أخذ من الكلام ده قبل ما طمنك على التدريب وطمنك على كافة الأمور خليني أقولك أن النادي الألي بيخوض التدريب بالكرات الرسمية للدوري المصري اللي خلاص اللي هيخوض بها مباراة الدوري فالأهل النهاردة أول تدريب النادي الألي بيخوض التدريب بالكرة الرسمية لبطولة الدوري رابطة الأندية المحترفة وده بتحدث لأول مرة وده أول تدريب طبعا خلاص إذا ما تعرفت أن الشكل بالنسبة لنا فيه دوري رابطة الأندية المحترفة سواء من الشكل الجديد أو الكرة الرسمية اللي هيلعب بيها البطولة الدوري إذن فالأهل بيخوض التدريب بعد استلامه طبعا للكرات الرسمية لبطولة الدوري الرابطة الأندية المحترفة وده يعتبر زميلي أحمد ده التدريب الرئيسي والأساسي الفريق النادل هالي طبعا بعد العودة من السعودية عشان أقربك من التفاصيل أكثر وبقى ومن الصورة أكثر زميلي أحمد نادل هالي بعد مباراة السوبر الأفريقي كان مستر كولر منح اللاعبين أجازة لمدة 24 ساعة استانف التدريبات والنهاردة استعدادها لانطلاق بطولة الدوري أمام المصري غدا على استاد برج العرب قبل التدريب مستر كولر عقد جلسة مع اللاعبين كلم طبعا على سلبيات بطولة أو مباراة السوبر وان انت بتفقد مباراة بتفقد من خلالها بطولة كلم مع اللاعبين وطالب اللاعبين بضرورة عدم البناء على الموسم الماضي لا احنا هننسى الموسم الماضي عايزين نركز فيه الموسم القادم عندنا بطولات كتير عندنا دوافع كتير جدا طالب اللعبة بنسيان الموسم الماضي الموسم الماضي ده زي ما بنقول أو يعني أو زي ما قال للعبين بطولاته بانجازاته دخل المتحف عندنا بطولات كتير عندنا انجازات كتير عندنا تحديات كتير في هذا الموسم لازم نتعلم من مباراة السوبر الأخيرة لازم نبني على المحطة الصعبة أو يعني المطب اللي بتقع فيه علشان تبقى انطلاقة للجاي طالب اللعبة خلاص هنقفل صفحة مباراة السوبر واكد على بداية الدوري واكد على النقطة مهمة جدا ان البدايات مهمة جدا هنلعب أمام خصم صعب جدا زي فريق المصري مدير فني زي الكابتن علي مير بيعرف يقفل الملعب بشكل كويس بيقدر يلعب أمام النادي الآلي انه يفكر دايما انه يطلع بنقطة التعادل بيبقى بالنسبة له هدف أساسي أكتر من انه يفكر في الفوز مستر كولر يتكلم في الأمور دي مع اللعبين يتكلم في كافة التفاصيل الفنية لطالبها من اللعبين في هذه المباراة انطلق التدريب زميلي أحمد وانا عايزة أطمنك طبعا انت عارف غياب حسن الشحات غياب كهرباء وغياب أيضا صلاح محسن طبعا لظروف الإقاف عن هذه المباراة خلينا أكد لجازية أنتوني مودست اللي من المقرر والمن المنتظر ان شاء الله انه يقود خط هجوم النادي الآلي غدا بمشية الله وتشعرون أول مباراة رسمية لأنتوني مودست زي ما احنا شايفينه في التدريب بيظهر بشكل متميز جدا مستر كولر اتكلم معاه اللحظات قبل انطلاق المران كابتن سامي بيتكلم معاه كابتن خالد شفت حديث ما بينه وما بين يعني بيرستاو وآليو ديانج ان شاء الله يكون واحد من العيبة والصفقات المهمة جدا للنادي الآلي بالنسبة لإمام عشور زميلي أحمد إمام كان طبعا اشتكى من كادنا فيه مباراة السوبر الأخير أمام اتحاد العاصمة لكن زي ما اكد لنا طبعا الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الآلي ان الكابة كانت بسيطة جدا ولكن بأكد لك جهازية إمام عشور اللي بيشارك في التدريب النهاردة بشكل متميز جدا وبالصورة وبالشكل طبعا ان شاء الله اللي يكون جاهز معاه للمباراة غدا بأكد لك جهازيته ان شاء الله ويكون واحد من العناصر المهمة جدا الموجودة مع مستر مارسل كولر في المباراة القادمة بإذن الله أيضا بأكد لك بالنسبة الكريم فؤاد وأكرم من توفيق الأمر خلاص بيقضع لي الرؤية الفنية والجهازية البدنية للاتنين اللعيبة لماذا جهازيتهم البدنية ولكن من ناحية الطبية بأكد لك جهازيتهم يتبقى الأمر ويقضع الأمر لي مدى احتياج مستر كولر ليهم وجهازيتهم البدنية في الاستعانة في هذه المباراة لكن زميل أحمد في هذه الأثناء التدريب بيستمر مستر كولر كلم مع اللعبين على بعض الجمل الفنية اللي طالبها منهم تركيز طبعا على أن فريق المصري وكابتن علي مار إزاي بيضايق المساحات وإزاي بيضايق في الملعب إزاي يكون عندي تنوع واختراقات لقاط الدفاع إزاي أننا أقدر أستغل الكرة الثابتة اللي جات لي منها عادت كبير جدا في المباراة الأخيرة أمام اتحاد العاصمة لم يستغل لكن إن شاء الله من اللي احنا شايفينه من التدريب من اللعبين من حديث مستر كولر إن شاء الله زميل أحمد هتكون بداية انطلاق اللعب للنادي الآن في ياسي المباراة وتكون بداية الدوري والحفاظ على درع الدوري بإذن الله إن شاء الله رهان على روح الفريق اللي بيزهر دايما أو بتزهر دايما معدنه في الأوقات الصعبة وإحنا محتاجين الروح دي تكون حضرة في برعب برج العرب بكرة إن شاء الله أنتم مفتوض الفريق هيتحرك بعد نهاية الميراندا على اسكندرية عشان يبات هناك طبعا استعادة لمباراة المصري بالضبط زميل أحمد عاقب انتهاء الميران الفريق هتوجه طبعا إلى مدينة الاسكندرية للمبيت بأحدا للفنادق القريبة من ملعب المباراة اللي إن شاء الله طبعا تكون بداية انطلاقة للنادي الآلي وزي ما انت بتقول ترهان دايما بيبقى على روح فريق الجماعة في النادي الآلي روح الفريق لعبين الجاهزة الفني إن شاء الله زميل أحمد تكون بداية خير بإذن الله وكل الانطلاقة من مباراة المصري بإذن الله بإذن الله بأشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح من داخل نادي الأهل في الجزيرة دي كانت أخبار التمرين وزي ما قلت لكم الأهل جاهزة سكهد الأهل جاهزة بس ناقل لعيبة الأزب مختلفة يعني مش هتشارك بكرة أهمهم وللعب ومباراة السوبر كهرباء والشحات وصلاح محصن معدى ذلك الكل جاهز للمشاركة طيب قبل ما أكمل كلاما على الدوري خليني بما أن احنا فتحنا مباراة المصري مع فاروق عصام وفاروق صلاح خليني أكمل لأنه المصري بالنسبة لناس كتير أو ناس كتير ما تعرفش أنه المصري السنادي مختلف المصري السنادي كتاب مقفول عدد كبير جدا من الصفقات معسكر إعداد أعتقد كان في المغرب وقيادة فنية صحيح كابتن علي ماهر استلم في نهاية الموسم لكن يعتبر بداية موسم جديد مع فريق جديد فبالتأكيد شكل المصري اللي يزعر عليه بكرة مش واضح المعالي متطفق معايا ولا؟ يمكن نقول أنه هو لغز زي بالظبط كان لغز اتحاد العاصمة لأن اللي حصل في اتحاد العاصمة شبيه شوية باللي حصل في المصري نشر لعيب جديد في اتحاد العاصمة فكان الجهاز الفني لنادي الأهلي شوية ما عندهوش مباراة للعيبة اللي لعبت لأن تقريبا احنا بنكلم في وسط ملعب وهجوم في اتحاد العاصمة اتغير تماما في المباراة فالنادي المصري برضو متوقع أنه هيبقى فيه تغييرات كتير جدا عن اخر مباراة كانت في الكاس وبغض النظر أن مباراة الكاس كانت صعبة على النادي الأهلي وكان النادي المصري ند قوي بعد التدعيمات الكتيرة للنادي المصري احنا بنتكلم في صفاقات كلها صفاقات قوية انا بشوف أن النادي المصري بعد تدعيمات النادي الأهلي والأسماء العالمية اللي جابها النادي الأهلي هو أفضل فريق في المركات عمل مركاته أفضل فريق في المركاته احنا بنتكلم على محمود حمادة الصفقة المفاجأة لجمهير النادي المصري والصفقة اللي كان بيحتاجها النادي المصري في وسط الملعب لأن ايزي ايميكا وعمر موسيكا طب تقول لنا أسماء الرحلين الأول يا فاروق مين رحل من تشكلة المصري اللي كانت موجودة في الموسم الأول في آخر الظهور لي مع الأهلي في نهاية الموسم اللي فات يمكن كان أغلب أشهر الأسماء اللي رحلت كان جريندو عن النادي المصري ووجوم النادي المصري لكن احنا لو تكلمنا بقى خلينا نتكلم عن تدعمات النادي المصري المركات والصفقات اللي أعملوها نتكلم حمود حمادة من فاركو باهر المحمدي من النادي دخمون موجود لسه يالياس الجلاسي موجود لسه ويمكن هما كمان جالهم عروض حتى من الجلاسي جال عروض من تونس من أندية كبيرة في تونس لكن النادي المصري قدر يحافظ عليه لأنه واحد من اللعيبة المهمة جدا هما الاثنين دول من أبرز المحترفين في الدوري المصري اضاف عليهم بقى اتنين في الدفاع أنا شايف أنه هما أسماء كويسة جدا باهر المحمدي وإحمد أيمن منصور لأنه كان دفاع المصري هو شوية أضعف خطوطه خط الهجوم متوسط دلوقتي يبقى خط الهجوم قوي بنتكلمة حمود حمود أفاركو بقى محمد الإسماعيلي يوسف الجهري المقاولين سمير فكري واحد من اللعيبة المميزة جدا من المصري سمير فكري التعداخلية كان هو يمكن أفضل لعب مميز جدا محرك الأساسي الفريق الداخلية فقر الدين بن يوسف صفقة انتقال الحر أحمد أيمن منصور اتكلمنا أنه هو إضافة دفاعية لأنه بيقدر يلعب كظاهير أيصر وقال بدفاع محمد الشامي من نادي الإسماعيلي صفقة انتقال الحر ميدو جابر يعني اللي تابع معسكر نادي المصري بيقال أن ميدو جابر قدم فترة إعداد مميزة ومرشح للبداية اتنين لعيبة محترفين أماضوا مولدوفي من جامل نادي مولدوفي وأعمان كونو من غانا تنين محترفين برضو مجهولين شوية ما ظهروش قبل كده فهيبقى ظهورهم الأول دي فرقة كاملة فرقة كاملة وتدعمات قوية جدا لسه هيبقى فيه طبعا الانسجام غايب عن النادي المصري ولكن بطبيعة الحال أي فرقة بيدربها كابتن علي مير خلاص تعودنا لا بس العيبة كمان يعني مش بس لعيبة كلها أصحاب خبرات كبيرة جدا في الدول مع مشوار طويل يعني ميدو جابر أحمد أيمان منصور بار محمدي محمود حمادة الشامي فقر الدين بن يوسف كلهم لعيبة يعني لعيبة تقيلة ستحتاج وقت شوية عشان تدخل في منظومة تطلع يبقى فيه لعب وفيه انسجام لأن فيه لعيبة كتير كمان في الصفقات دي بتلعب في نفس المركز فيبقى فيه تنافس كبير ويحتاج وقته ولكن هنتوقع بقى سلوب لعب كابتن علي مير المحفوظ اندفاع بدني بشكل كبير مباراة بدنية مباراة هتلاقي كل لعبة من أول دي لعبة المصري الآخر دي بيلعبه هو مهتم جدا حتى سألت حد كان قريب من معسكر نادي المصري قال الإعداد البدني اللعبت المصري فوق الوصف يعني هنشوف لعيبة معدى بدنيا بشكل قوي جدا في المباراة دي آه اللعب يتطلب بعض المباراة حتى لو هو معد في معسكر إعداد بيحتاج وقت للمباراة عشان يوصل للقمة ولكن هنشوف ند للنادي الأهلي وهنشوف مباراة صعبة لنادي الأهلي كنت تمنى بداية مغيرة ولكن النادي الأهلي بعد مباراة تحاد العاصمة والهزيمة اللي حصلت آه بطولة راحت من النادي الأهلي ولكن الأمور الإجابية من الهزيمة دي كتير جدا كتير جدا للنادي الأهلي هنتكلم عليها بالتفصيل لما نتكلم عن النادي الأهلي طيب تسمح لي بس أتقدم نيابتا عن النادي الأهلي بواجب عزاء في واحد من الأسماء الحقيقة الكبيرة داخل قلعة الحمراء الأهلي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة عضاء مجلس الإدارة وقطعات النادي الرياضية يعني عن ببالغ الحزن والأسى الحج تيسير الهواري عضو النادي وأحد أبرز أعضاء لجنة الحكماء الذي وفاته المنية اليوم دعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان إن لله وإن إليه يراجعون بقاء لله طبعا في وفاة الحج تيسير الهواري واحد طبعا من أهم الأسماء كان داخل ومشور طويل داخل النادي الأهلي خالص العزاء طبعا للأسرة الكريمة هرجع تاني للمباراة المصري وضيفة على الأسماء اللي أنت كلمت فيها يا فاروق وجود علي مهر وعلي مهر أين كان موقعه دايما مطشاطه مع الأهلي بتشهد أين كان الفريق اللي هو بتولى مسؤولية دايما مطشاطه مع الأهلي ببقى فيها تنفسية عالية جدا هو مديل فني واعد على فكرة تعرف هو ابن من أبناء النادي الأهلي طبعا كان واحد من أهم الجمه الكرة في مصر ومهاجم طبعا أنا شفت فترة علي مهر وحضرته وكان مهاجم يعني مهم جدا وكثير من جمهور الأهلي بيزعل منه فكرة أنه هو يعني بيلعب قدام الأهلي كابس ده بالعكس ده شيء يشرف في النادي الأهلي أنه أولاده يعني بيقدم المستوى لكن تتوقع تفكير علي مهر في مباراة بكري هو عنده مشكلة زي ما أنت قلت أنه أغلب الأوراق اللي أنت قلت اللي بالمناسبة أغلبها ممكن يشارك أساسي بكري ما فيش بينهم وبنبعد انسجام يلجأ لجم مفتوح يهاجم النادي الأهلي يقرأ سيناريو مباراة التحاد العاصمة ويحاول يكرره ولا يفكر في إيه أعتقد أن مباراة التحاد العاصمة هتقدم له شوية رشيدة أنه هو إزاي يتعامل مع النادي الأهلي عكس النادي الأهلي اللي ما شفش مباريات للنادي المصر بتشكيلته الحالية فبالنسبة له هتبقى لأسماء شوية لسه حتى معروف أن كابتن علي مهر بيأخر التشكيل قبل المباراة احنا شفنا من الحاجات بقى التطور اللي حصل في الدورة أنه خروج التشكيل قبل ساعة ونص من المباراة فاعتقد النادي الأهلي هيحاول يقرأ تشكيل علي مهر ويشوف مين العناصر ما أعتقدش أن كل العناصر هتتواجد نتكلم ممكن باهر المحمد يبقى موجود ممكن ميدو جابر يبقى موجود سامير فكري مش هيبقى موجود ما أعتقدش ممكن في وسط الملعب محمود حمادة هيبقى موجود دولة التلات عناصر اللي أنا أتوقع أنهم يدخلوا على التشكيلة اللي كانت موجودة وكانت قريدي قوية للنادي المصر بالضبط فالمباراة هتبقى صعبة ولكن النادي الأهلي قادر إن شاء الله أنه هو يكتزها لو صلح بعض العيوب الفنية والمشاكل اللي ظهرت في مباراة الاتحاد العاصمة وده شيء إيجابي أن يظهر لك مشاكل فنية ويظهر للجهاز الفني بعض الخلل المتواجد واللي واضح واللي أعتقد أنه حتى ومستر كولر اتكلم عليه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة وفي تصريحاته بعد المباراة كان مهم جدا لعبة النادي الأهلي تحط رجليها على الأرض الصقة الزايدة لجمهير النادي الأهلي استشافتها لجمهير النادي الأهلي جمهير زواقها هدف كهربا لو تحسب تفتكر سيناريو المطش كان ممكن يمشي بنفس الشكل ومعظم التحليلات اللي طلعت في فكرة الخسارة بتاعة الأهلي كانت ساعتها تروح لحتة تانية خالص يعني لو كرت كهرباة حسبت أو البنالتي بتاع كهرباة حسب أو يعني الحكم كان فير أكتر وما حسبش ركلة الجزاء بما أنه فوت ركلتين جزاء لنادي الأهلي فما حسبش بتاعة التحاد العاصمة أو أنه الفار ما ندهش حكم السياح زي ما مندهوش في اللعبتين بتوع الأهلي هل تفتكر كان تقييم أو تحليل أداء الأهلي في المباراة كان هيكون بنفس الشكل شيء طبيعي لأن وقتها أنت هتتقدم على التحاد العاصمة اللي هو فريق إحنا لو رجعنا لسيناريو المباراة ما عملش عليك هجمات غير ركلة الجزاء وركلة الجزاء ما تعتبرش يعني ركلة الجزاء وارد تتحسب وارد ما تتحسب هي لعبة كرة سابتة فأنت لو تتحسبش يعني هي لو تتحسبت تحسب كل اللي شبهها بالزبط كده الكرة دي لو جات للأهلي عشر مرات في الماتش ولا واحدة منهم هتتحسب لكن أنا بس بحاول أبعد بك عن فكرة النتيجة وتأثيرها على تحليل أداء الأهلي في المباراة لو الأهلي كان كسب المباراة دي هل كنت هتشوف أنه حالة يعني الانتخاذ اللي توجهت للأهلي أو المارسل كولر أو الأسباب اللي تقلت على خسارة الندي أكد هتبقى هي هيا أكد هتختلف بشكل كبير وأنا ما باتفيش مع أي حد بيوجه انتقاد للنادي الأهلي عشان خسر بطولة سوبر وبطولة سوبر من المباراة واحدة لا بالعكس وهو ده وارد بعد إنجاز كبير وموسم طويل حققت فيه كلت فيه الأخدر واليابس ده شيء وارد لكن أنا بتكلم أن النقطة الفنية اللي ظهرت في المباراة أو بعض الخلل وده شيء برضو وارد لأن فيه لعيبة دخلت زي إمام عشور دخلت على التشكيل محتاج هو إمام عشور دخولة على تشكيل نادي الأهلي أدى لتغير أفكار مارسل كولر بشكل كبير لأن إحنا بنتكلم ووجود إمام عشور ومقارنة ومحمدي فتحي هي أدوار مختلفة تماما إمام عشور هيظهر إمتى لما مودست يلعب ليه لأن لما لجأ كولر بس على فكرة أنت لو بتفكر يعني تبدل لعيب بلعيب أنه يومه بنفس الدور أنا بشوف أنه حمدي ممكن يتفوق على إمام دفاعيا إمام يتفوق على حمدي هجوميا فبالتالي إذا كنت نجحت في توظيف لعب زي حمدي فتحي في أنه يكون لي دور هجومي ودور في التكملة ودور في التسجيل والتهديف وخلق المساحات بشوف أن إمام كمان لو هتبدل دور بدور يعني أو لعيب بلعيب بيقوم بنفس الدور بشوف أن إمام ممكن يقوم بالدور ده بشكل كويس جد بالضبط أنت يوم ما شفنا حمدي فتحي بيتطور مع كولر شفنا بيلعب تلعب بربعة بربعة واحد واحد وهو متواجد تحت رأس الحرب ليه لأنه لما فكر قال أن مين عندي يقدر ياخد الكورة العالية لما فكر أن الكهرباء كمهاجم مش من مميزاته الكورات العالية وأنه هو يبقى هيدر كويس فكر في حمدي فتحي وبالفعل التفكير ده نجح ولو رجعنا لمباراة الزمالك ومباراة بيرمز الهدفين اللي دخلوا تقريبا حمدي فتحي بيروح وبيتلعب عليه هو الكورة العالية في كل الهجمات اللي كان بتتلعب لحمدي فتحي كانت بتروح للكورة العالية مع مودست وجود مودست مهم ليه أن أنت لما بقيت حمدي فتحي ما بقاش عندك اللعيب اللي يقدر ياخد الكورة العالية مودست هو مهاجم محطة خلاص النادي الأهلي من السنين طويلة جدا كان بيدور على المهاجم اللي يقدر ياخد الكورة العالية يقدر يستلم الكورة سواء عالية. سواء على الأرض يقدر يستلمه ويحرك بقية اللعبة. فمش مطلوب من إمام أنه يقوم بأدوار حمد فتحي. شفناه وظهرت ملامح في مباراة اتحاد العاصمة أن إمام موجود جنب حسين الشحات وجنب علي معلول كمسلس. بيعتمد كولر كموجود مروان عطية في وسط الملعب. راية هند بتاعه ديانج. على شماله إمام عشور. عشان يعمل مسلس ما بين ديانج وبرسيتاو أو ديانج ووردة سليم ومحمد هاني. وعلى الجانب الآخر. معلوله الشحات وإمام. بالضبط. يبقى فيه ثلاث مسلسين موجودين في طرفين الملعب. إمام ما كانش بيظهر جوه مطلقة الجزاء لأنه ده مش مطلوب منه. لكن انت استفدت به على سبيل المثال في التصويب الكهرباء قدر يسجل منها. لأنه أنا بشوفه صحيح. فهي دي مميزات إمام. إمام يقدر على الملعب. اليهر ده شفت بالمناسبة إعادة من الزاوية العكسية. مصورها. وصورة واضحة جدا. كرة ما فيهاش أي شبه تفاول. وانا في رؤول قلت أفصايت. أنا قلت أكيد أفصايت. لكن هي فاول. أنا استغربت أن هي فاول. لا. دي ما فيهاش أي شبه التسلل فيها. لكن تحسبت على أنها فاول. لكن لما تشوفها النهاردة. شفت الفيديو من الزاوية العكسية. كرة ما فيهاش أي حاجة. هي فاول. إم تلو الحارس استحوز عليها. أو بسك. هو الحارس يدوبك حطيتها حاليا. خليني أكمل كلامنا على المصري مستمر. بس قبل ما نشوف إيه الجديد اللي ممكن يظهر على أداء نادي الأهلي وإيه. تفكير مستر مرسل كلها في المباراة. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم. كلمنا يمكن على شكل المصري في ثوبيه الجديد. يعني يبدو طبعا. يعني دي مش معلومة دي وجهة نظر. إنه إدارة المصري عينيها على المنافسة على الأقل للدخول في المربع الدهبي. وبالتالي التأهل وهو طموح مشروع. ما حدش يقدر ينكره طبعا. لأنه واضح إنه التدعمات اللي وصفها فاروق قبل الفاصل بإنها الأقوى على مستوى الأندية المصريية في الدولة الحالي. بعد الأهلي طبعا. بإنها بالتأكيد بتعكس رغبة حقيقية في إنه مش يعني مش في المنطقة الدفاية أي مور. مش في المنتصف الجد ولا إحنا عنينا. على أقل على الدخول في المربع الدهبي. كلمنا على فاروق الشكل المصري مع علي ماهر. كلمنا على الصفقات اللي ممكن تظهر بكرة. خلينا روح معك للأهلي. وفي أسماء غايبة بكرة بشكل إجباري. يعني في أسماء حضرة مباراة السوبر بكرة مش هتبقى موجودة في مباراة المصري. واحد البداية. الأسماء اللي ممكن تشوف إنها ممكن تلعب دور بدل كهرباء. بدل الشحات. وصالح طبعا لشارك كبديل في مباراة السوبر. خلينا نقول إن الأسماء تعوضها واضح ومباشر. أعتقد إنه جمهير النادي الأهلي متوقع عمين اللي هيتواجد. كهرباء كراس حربة هيتواجد مودست في أول مباراةه. والجمهير متعطشة تتفرج على مودست. هو لعيب جمهير النادي الأهلي من أول لمساته في مباراة البكرة. هتقول إن اللعيب ده مجاش زيه في الدور المصري. لأنه لعيب عالمي. لعيب عالمي. لعيب عالمي. إحنا بنتكلم على خامة يعني لو حكم بتفرج عليه في البونس ليجا. لا لعيب مهاجم تقدر تقول عليه كل حاجة. مهاجم محطة هداف بدني قوي رغم رغم سنه. اللي الناس اتكلمت إنه سنه كبير. لا هو بدنيا قوي جدا. فإحنا بنتكلم على لعيب. لا جمهير النادي الأهلي هتتبسط لما تتفرج على مهاجم. خصوصا إن المركز ده في النادي الأهلي. آخر كم سنة أو نقول للمهاجم الأجنبي. آخر كم سنة كان شوية النادي الأهلي. بيدور على مهاجم بقاله سنين. وبقاله مواسم طويلة. فإن أنت تعوضوا بلعيب عالمي زي مودست. هيظهر الفرق من أول من أول مباراة. فإحنا بنتكلم كهرباء مش هيبه موجود. مودست هيبه موجود. وهيضيف كمان فنيا. هيغير فنيا في أفكار كولر بشكل كبير جدا. اعتماده على رأس حربة بالشكل ده. وبالبروفايل ده. هو في أفكار هينفذها وهنشوفها بكرة. زي ما تكلمنا الكرات العالية. استلامه. تحرك اللعيبة حواليه الجناحين. لأنه هنشوف بكرة ريدا سليم. غالبا وبرسيتاو. لأن حسين مش هيبه موجود. فهيبه موجود ريدا سليم مكان حسين. شفنا سرعتهم. طيب عن بكرة البداية تبقى في جناح شمال ريدا سليم. في اليمين بيرسيتاو. بيرسيتاو كانت برضه من الملاحظات نزوله في مطش اتحاد العاصمة. شفنا مركز جديد لي. يمكن شوية. أنا قريطها لما حطت عبد المينعم راس حربة. أو متواجد في منطقة الهجوم. هو كان عايز بيرسيتاو ياخد الكرة التانية. وعبد المينعم يبقى متواجد في الالتحامات. لأن في آخر الدقيقة هيبقى فيه لعب مباشرة لعبه الطويل كتير. فهو كان حطت بيرسي قريب شوية في منطقة العمق عشان ياخد الكرة التانية. لكن بيرسيتاو أعتقد أن المباراة دي هتواجد في مركزه الطبيعي كجناح يمين. مكان مكان حسين أعتقد أن ريدا سليم يقدر يلعب في الوينجينج. أنا كنت أتفرج عليه في الجيش الملكة يقدر يلعب يمين ويقدر يلعب شمال. وحتى يقدر يلعب في العمق. تقدر تقول رؤيتك أنت هو مارسل كولر لسه بيجرب. يعني هل في دماغه طريق التوظيف أو أسلوب معين. ولا لسه بيجرب دوتوهات ولعيبة ممكن تبقى تركبتها مع بعض أفضل من اللعيبة تانية. وده ممكن ياخد معنا وقت شوية. لو هو مدرب لسه بيجرب مش هياخد الوقت ده كله عشان يختار صفاقات. لكن واضح أن هو عنده فكر عايز يطبقه. واعتماده على العيبة اللي جابها دي. هتساعده بشكل كبير جدا في التطبيق أفكار. كلمنا على واحد زي ما. يعني الأساس في الموضوع من وجهة نظرك. إنها الفكرة اللي كانت موجودة في مارسل كولر. واللي اخترع على أساسها العناصر اللي ممكن توصل بالفكرة دي للشكل الأمثل في التطبيق أو التنفيذ. بالضبط. وده ظهر حتى مع إمام في أول مباراة. هو غير تماما أفكار محمد فتحي. هو أمام ما جاش. اتحط نفس أدوار. الحمد فتحي. لا أدوار مختلفة تماما. وهو ده اللي كان عايزه. يتبقى فقط على كولر تطوير. مش دي ممكن تبقى مغامرة يا فاروق. يعني لو افترضنا صحة النظرية دي. طب ليه دانا الطريقة دي اللي أنا لجأت لها في ظروف استثنائية. يعني طريقة الاستغلال الأمثل للأمشة اللي كانت موجودة معايا. الموسم اللي فات بما أن أنا مقدرتش أعمل اللي أنا عايزه في الصفقات أو الأوراق اللي أنا بحتاجها عشان تنفذ الطريقة اللي أنا حايت ببالعب بها مش موجودة. فروح تواخد اللعيبة دي. عامل منهم طريقة تانية. نجحت نجاح مبهر. وجبت كل الألقاب في كل البطولات نلعتها. إلي خلينا فكر أو أغامر إن أنا غيرها؟ لأن العمل كده يقدر يعمل كده. اللي تحط في الظروف صعبة وجيه في وقت صعب. ولقى قدامه لعيبة. لسه ما جابش صفقاته. ولسه ما جابش العيبة اللي هو عايزة. أو بروفايلات لعيبة. لقى من غير تقريبا كهرباء واللعيبة اللي كانت موجودة في مركز الغربة. هي مش مش روز حربة. هو اضطر ولقى الظروف كده. الراجل نجح وقدر يطوع أفكاره على حسب العيبة الموجودة. ليه دي الوقتي بعد مركاته وبعد ما إدارت النادي الأهلي لبت الطلبات اللي هو عايزة. ليه مغيرش وابدأ ألعب الأفكار اللي أنا بعتمد عليها. أو اللي أنا عايزة أطبقها. أنا متواجد. أنا شفت في إمام عشور توظيف هيخلي إمام عشور لعب مختلف تماما تماما. ورغم تقلق إمام عشور في فترة السنوات الأخيرة في الدورة. لكن هو العيب يمتلك إمكانيات أعلى بكتير جدا من اللي ظهرت. ولسه هيتطور أكتر. ومركز الجديد بتاعه وتواجده كلاعب. مش هنقدر نقول بقى اللي هو خلف رأس الحربة. هو لعب أشبه بالجناح وصنع اللعبة في نفس الوقت. أدوار الدفاعية هتقل وجود دي يانج. فإمام عشور هيتواجد وهيشكل صنائية رائعة مع أي جناح ومعها معلول. أعتقد الجابة دي في النادي الأهلي هو كولر بيعدها أن هي تكون جابهة نارية على أي منافس. نرجع تاني لتوظيف وسط الملعب. أنا طالب بس من ميستر كولر. تطوير حاجة واحدة في النادي الأهلي هي اللمسة الأخيرة واللمسة قبل الأخيرة. لبعض اللعيب. ده لسه لحد الوقت ما تتوارش. على سبيل المثال أليو دي يانج. لو تكلمنا في مميزات أليو دي يانج ممكن نقول من هنا لآخر الهواء مميزات أليو دي يانج. ولكن ينقصوا اللمسة الأخيرة. بتشوف أليو دي يانج ممكن يعدي من اثنين لعيبة من ثلاث لعيب وبيخترق وبيتقدم. هو أفضل لعيب بوكس تو بوكس تقريبا في مصر. بالضبط. يعني يعني. نقصوا حاجة بسيطة جدا. اللمسة الأخيرة. اللمسة الأخيرة. شوفنا في ماتش التحاد العاصمة في كورة. لو لعبها الرضا سليم كان راح تقريبا شيء بانفراد. هو لجأ انه فكر انه هو يشوت. ممكن تمريرة تانية تلاقيها طويلة تخرج برا. أليو دي يانج محتاج حاجة بسيطة جدا. هتخلي واحد من أفضل. فيه 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 اضافة جديدة في الجهاز السندي خاصة بتطوير أداء بشكل فردي. يعني بيرنجر المساعدة مارسل كولر جاي عشان يشتغل مع اللعيب كل اللعيب بروفايل بروفايل. بالتأكيد كل الاسكواد على أهل. ناس قم نكلم في الفصل انه ده أفضل سكواد تشوفه للأهلي من سنين فات. بكل بقى الانجازات والألقاب والبطولات القرية والعالمية. لكن لما تيجي تبص على سكواد الأهلي السندي مقابلتا بالمواسم السابقة. ما اعتقدش ان فيه اتنين ممكن يختلفوا عن الكواليتي اللي موجودة السنة دي هي الأفضل على الإطلاق. طبعا. طبعا. كل الحاجات اللي كانت نقصة اكتمرت. النهاردة عندك قط هجوم ناري. يعني حقيقي. تفرح بكل الأسماء اللي موجودة فيه. الأهم أو الرهان بالنسبة للجمهور النهاردة على حاجتين. لا واحد انه اللعيبة دي توصل للتوب فور. يبقى في أعلى معدلاتهم البدنية والفنية. ومن ناحية التركيز في الملعب وبرى الملعب. دي نمرة واحد. نمرة اتنين. انه الانسجام. يعني انت عارف اللعيبة اللي بتلعب مع بعض في الملعب. من غير ما تبص. هي عارفة انت بتفكر في ايه. وهتعمل ايه. وهتخطها فين. عشان انا هتحرك ازاي. الانسجام ده لو حصل بين توليفة الاهلي برسي وعبدالقادر والشحات وكهربا ومودست. ومن وراهم امام ومروان والسولية وديانج. انت بتكلم على فرقة. تقلت بتقولي. نفكر بقى نكسب السيتي. لا ننافس السيتي. مقلتش نكسب السيتي. نفكر ننافس السيتي. اه يعني نلعب مباراة ند الند. احنا كمان بنتكلم على التنافسية الرهيبة في كل مركز في النادي. ايه. كل لعيب هو فيه لعيب تاني. متواجد في مركزه. دايما محساسه بخطر. اه. كلمنا على رضا سليم وحسين الشحات. اتنين. تقريبا افضل جناحين في افريقيا. مش بس في مصر. احنا بنتكلم اتنين لعيبة موجودين في جبهة. تنافس شديد. برسي تاو وعبدالقادر. او برسي تاو وطاهر. اه. كمان مودست. وهو موجود فيه اتنين روس حربة موجودين في النادي الاهلي. هي نفسه بشكل كبير. اه. كهرباء وصلاح محسن. في وسط الملعب. عمر السلية وديانج. نحية التانية. افشا. لعب زي افشا. لعب مهم جدا في النادي الاهلي. جاي. تنافس شديد جدا مع امام عشور. في كل مركز فيه منافس ومنافس وشارس للاعي لعب ده بيخليه خرج افضل ما عنده. مش هتلاقي لعيب في الموسم الجاي مريح في النادي الاهلي. لانه لو ريح هو عارف انه هو في منافس هيجي ياخد مركزه. فهتلاقي كل اللعيبة بتحاول تأدي. بتحاول تقدم افضل ما عندها. غير كمان انه الموسم الجديد. وبعد فترة اعداد قدها كولر. ده بيختلف تماما في افكاره. لان معاك لعيبة روحت بيهم من نمسا. عودتهم على فكر معين. اتدربت معهم بقى. خدت وقتك في التدريب. في جمل هتحصل. في تحركات. الاجنحة يبقى ليها ادوار زي ما شفنا في المواتش الاخير. الاجنحة بتخش الجوة. والظاهرين بيتقدموا. فانت بيبقى عندك ست لعيبة بتهاجم بيهم. في افكار كتير هتظهر على النادي الاهلي في الموسم الجاي. كمان تطوير الجهاز الفني. اعتقد انه حاجات كتير هتتطور. واهم حاجة عايزين نلاحظها. تطور اللعيبة بشكل فردي. لان اللعيبة دي لو اتطورت واصبحت المواقص اللي عندها اكتملت. النادي الاهلي هيبقى في حتة تانية الموسم. شاء الله. يمكن ما فيش شك انه برضو دي من الحاجات اللي يعني كانت من مكاسب الموسم اللي فات. انه الكل اقتنع انه كولر كمان مدير فني مش بس بيعرف يتعامل مع المباريات والبطولات. ويقرى المنافس ويتعامل مع السيناليو كل مباراة بشكل مختلف. ويقدر يطور من كورة الاهلي جماعيا. لكن كمان الكل اجمع لانه كولر قدر يطور بشكل فردي. عدد كبير جدا من الاسماء اللي اتنقلت مع المستوى تاني. ونتمنى ان ده يحصل. ان كانت التشكيل بكرة. انا ما عرفش طبعا كولر بيفكر في ايه. لكن ان كان في النواحي الهجومية. يمكن دفاعين الاهلي مستقر. ممكن الناس كلها تتفع على الاسماء اللي ممكن تمثل الاهلي دفاعيا بكرة. لكن هجوميا في نقطة انه انكت الاختيارات انكت الاسماء كلهم عناصر جيدة جدا. لكن تقريبا تقريبا كلهم ملعبوش مع بعض قبل كده. يعني سواء انت اخترت مثلا. مثلا انت اخترت من شوية ريدا سليم في جناح شمال بيرسيتاو جناح يمين انتوني مودست راس حرب. بدل بقى وحط زي ما انت عايز. حطيت عبدالقادر مع ريدا سليم مع مودست. حطيت عبدالقادر مع او مثلا طاهر مع بيرسيتاو مع مودست او طاهر مع ريدا سليم مع مودست. يعني ومن وراهم اللعبة دي. ما اشتغلتش مع بعضك. يعني ما فيش انسجام تم بينهم. هل دي ممكن تبقى نقطة تاخد في الحزبان بكرة؟ لا السبب. لان مودست لعب زي مودست هو مش محتاجه وقت كبير للانسجام. انا زي ما قلتلك لعب عالمي. هو هيخش في اي منظومة هو ليه امكانياته هيستغلها. الراجل هداف الراجل عنده قوة بدانية يقدر يسترم الكرات ويقدر يخش مع اي مدافع. والكرة تبقى تحت رجله. دي امكانيات فردية متواجدة لو راح اي فريق هينفذ نفس الامكانيات دي. فحنا نتكلم مهاجم عالمي زي مودست. مش محتاج وقت طويل عشان لانسجام. من اول مباراة بكرة ان شاء الله بإذن الله هتتوقع ان هو هيتقلق. انا بس نقطتين حابب اشوفهم بكرة في النادي الاهلي واعتقد ان كولر حط عينه عليهم من مباراة اتحاد العاصمة. هو وجود مروان يمكن مروان عاطية في المباراة الاخيرة. جماهير النادي الاهلي شوية كانت او بعض من جماهير النادي الاهلي كانت قصية عليه بسبب بعض التمريرات الخاطئة. ولكن ده نابع من افكار جديدة في وسط الملعب. مروان عاطية متواجد لوحده في منطقة الارتكاز عشان كولر حاب يوظف ديانج قدام. وحاب يوظف امام في مناطق الهافس بيسيس وموجودين بعيد شوية عن مروان واعتقد دي هتتغير في المباراة وهيبوا قريبين شوية من مروان بحيث ان مروان تتفتح له زواية التمرير لانه كان في الشوت الاول بيدور على العيبة حوالي في وسط الملعب يمرر لها. وكان فيه شوية زيادة هجومية من ديانج. ومهم عشوره ده شيء طبيعي في اي افكار جديدة. شيء طبيعي ان هي ما تكونش مثالية في البداية. ولكن بعد كده اللي هيبها تعرف امتى تتقدم امتى ترجع تستلم الكورة امتى يكون فيه كسافة عددية. النقطة التانية نقطة علي معلول وتقدمه في السن. علي معلول ما بقاش مطالب ان هو خلاص يروح الملعب رايح جاي في كل الكورات. انا لازم افكر في حل ان انا خلي علي معلول ياخد وقته في الارتداد ما يضطرش ان هو يبقى موجود دايما في مناطق الدفاعية. لو يتقدم لانه بيتقدم بشكل كبير ازاي يحل الموضوع ده قدامي حلين. اما اعتمد على مروان احطه يغطي وراء علي معلول لانه طبيعة امام او افشل اللي موجودين في الحتة دي. هيبقوا ليهم وظيف هجومية. اما مروان يغطي كلعب الارتكاز لان هو اللعب الارتكاز بيتحرك يمين وشمال يغطي تقدم الزاهرين سواء محمد هاني او علي معلول. اما عبد المنهم يتقدم ويبقى موجود على الطرف اكتر من عمق الملعب. وساعتها مروان وده الحل اللي انا بفضله. مروان ينزل في النص. ينزل في النص شوية قرب شوية بحيث انه يغطي المساحة مع قلب الدفاعي التاني. ساعتها هتلعب بتلاتة في التمركز الدفاعي وهي الكرة انت بتهاجم. بيبقى فيه تلاتة متمركزين دفاعيا بشكل كبير فهتقدر تقفل المساحات. وبالتالي علي معلول ما يبقاش مضطر دايما انه يرجع ويرتد بشكل كبير لمناطق الدفاعي. فالنقطتين دول اعتقد مع الوقت هيظهروا في ادايا النادي ده. يعني اتمنى التوفيق للاهلي بكرا ان شاء الله تبقى بداية مباشرة ومطمئنة للجاي. لانه زي ما اتفقنا بكرا مش بس مطش في الدوري ومش مباراة بس بتلات نقاط في بداية المشوار. لكنها محطة مهمة جدا في ما هو قادم. مرتبطة بمشوار الاهلي في بطولة دوري الابطال. مرتبطة قبل نهاية كاس مصر. ومرتبطة بعد كده بالسوبرليج. فمعنويا مباراة لها اهمية كبيرة جدا. تحطنا على المصاري الصحيح. سريعا جدا فاروق الدوري. استنادي شكله ازاي وشكل المنافسة؟ توقعاتك للفرق اللي ممكن تدخل. مين ممكن يكون حسان اسود. الوفدون الجدد. هل ممكن نشوف منهم تجربة يعني يكون لها بصمة؟ خلينا نقول ان المصري مش هنعتبره حسان اسود لانه نادي متمرس في الدور المصري ونادي كبير. وتواجده في المربع زهبي مش هيبقى غريب. مفاجأة مش هيبقى مفاجأة بالنسبة لها. مين قدام دخول المصري مين تتوقع يخرج من المربع دهبي بتاع الموسم الأخير؟ الزمالك بشكل كبير. هيبقى حتى فيوتشر كمان ما اعتقدش انه تطور الموسم اللي فات هيكمل. خروج علي ماهر وخروج بقى اغلب العاصر المهمة فيه. هيدي لتراجع الفريق. النادي اللي انا نقدر نقول ناديين سيراميكا تطوره برضو مع الوقت هو الراجل يعني النادي ما بيرجعش الورى. النادي بالعكس بيتطور. بس ما بيتلعش القدام برضو. مع هو ده بقى اللي جاي. يعني النادي بيحاول. شايف المسخة دي؟ بانه هو مهدش. اهم حاجة في النادي فيه اندية طلعت وبدأت تهد ولعيبه كتير وعناصر مهمة مشيت. ولكن سيراميكا مع الوقت طلق وصفقاته جيدة. واقصر نادي هادة بتهاء طبعا عنده العيبة كتير. لانه تغيرات كتير. لا لو عنده عناصر يعني يبقى انه عنده عناصر مهمة كتير جدا برضو. لكن النادي بقى. لكن في اسماء كتير رحلت من بالضبط. بتكلم على سيراميكا لانه صفقاته مهمة القندوسي ولعيبة آلي وزمالك واسماعيلي ولعيبة مهمة في السيراميكا. النادي التاني اه سيراميكا لانه موجود الحصان الاسود زد. لا يكون نسخة مفاجئة زد. زد. انا في يكون الحصان الاسود في البطولة. لان اللعيبة اللي اعتمد عليها. لعيبة عندها خبرة. وشخصية النادي الاهلي موجودة في زد. بسبب لعيبة النادي الاهلي كتير اللي اتعاقد معها. وحتى صفقاته اعتقد ان كانت عين كويسة في زد اللي اختارت اللعيبة اللي اتعاقدت معها. فانا متوقع ان زد يكون حصان الاسود. سريعا رغم انها نقطة ما ينفعش يعني تتناول بس خلينا ناخد عنوين من فاروق التحكيم. ايه اللي منتظر من بيريرا في الموسم الحالي خصوصا لو تبيعت طبعا مؤتمر الصحفي بتاعهم برح والحاجات او المستجدات اللي اتكلم فيها ايه المنتظر من منظومة التحكيم في مصر. نسيبه يشتغل. نسيب بيريرا يشتغل. انا اتفرجت على كلاتنبرج لما كان طالع معاك في الحلقة وشفت كلامه. ان هو الراجل ما اشتغلش. نسيب الراجل يشتغل. ما نتدخلش في قراراته. والحاجات اللي يشوفها ويقول عليها تتنفذ. ببساطة. لان الراجل احنا جايبينه عشان يشوف الخلل فين والعيو فين والله. الصلاحيات. الصلاحيات. نتمنى التوفيق للجميع. نتمنى نشوف موسم ممتع. مبهج. منتظم. ما فيهوش مشاكل. ما فيهوش صداع الكرة للموت. عزيب يا بنقول دائمان بشكرك. شكرا جزيلا فاروق نورتنا وشرفتنا في السادسة وما تغيبش علينا. شكرا يا بحمد ودائما أنا بموجود معاك. نورت الدنيا رؤى. وبشكر حضراتكم على متابعة تحياتي لكم. بعد المطش ان شاء الله يكون لدينا كلام تاني. وما تنسوش بكرة. البي اجي في مواجهة بروسا دورتموند. الاربع منشستن يونيتد في مواجهة بايم يونيخ. بداية مشوار جديد للشامبينز ليج. تحياتي لكم.